بتبدأ قصتنا ببنت اسمها ساكورا وكانت راجبة حافلة ورجع لبيتها بس بتشوفها على طريق ناس بتحرقوا بنار زرقة وبيكون في شخص واقف في النص وهو اللي بيحرقهم فبتنزل ساكورا بسرعة من الحافلة عشان تروح تشوف اللي بيحصل وبتلاقي فيه شرتي موجود قدامها فبتاخده معاها ولما بتروح هي والشورتي عند المكان اللي شافت الناس بتتحرق فيه مش بتلاقي فيه حاجة موجودة اصلا فبتعتقد ساكورا انها كانت بتتخيل اللي شافته ده وفي اليوم اللي بعده بتكون ساكورا راحت المدرسة وبتقابل هناك صديقتها اوبا وبيروحوا الفصل بتاعهم عشان يبدأوا اليوم الدراسي وبتقول لهم المعلمة كنتا ان فيه طالب جديد هينضم ليهم والطالب دوت بيكون اسمه اوجامي واول لما بتشوفه ساكورا بتكون حاسة ان هو دوت الشخص اللي شافته مبارح كان بيحرق الناس فبتضل ساكورا تريب اوجامي طول اليوم عشان تكتشف حقيقته وراه كويس لحد لما بيختفي من قدامها وبتروح ساكورا الحديقة وبتأكل كلب كده هناك وبتكون عارفة الكلب دوت وبتأكله دايما بس بيكون الكلب اللي بيخاف منها ومش واخد عليها وفي الوقت دوت بيكون اوجامي جاء عندها والكلب كان واخد عليه وبيلعب معاه فبتشوف ساكورا ان اوجامي شخص لطيف وبتبدأ تتراجع عن فكرة ان اوجامي هو الشخص اللي شافته مبارح المهم اللي بيسألها اوجامي هو الكلب دوت ملهوش مالك فبتقوله ساكورا ان الملك بتاعه كان راجل فكير وفيه عصابة اسمها السقرة قتلت الراجل ده والعصابة داية مشهرة بالفساد ومفيش حد عارف يوقفهم حتى الشرطة بتاعمل نفسها مش عارفة حاجة عن العصابة دي فبيقول لها اوجامي احنا ممكن ننتقم من العصابة داية من غير ما نحتاج للشرطة ونواجه الشر بالشر بس بتكون ساكورا مش حبة فكرة انها هتموت الاشرار بسبب انهم فاسدين وفي اليوم اللي بعده في نهاية اليوم الدراسي بيكون الكل ماشيين وبيكون اوجامي بتكلم في التلفون مع حد وبيقولها اتخلص منهم كلهم النهاردة نروح بقى لساكورا وهي قاعدة في الحديقة مع الكل وبتشوف عصابة السقر مسكة واحدة وشغالين ضرب فيه فبتيجي ساكورا عندهم وبتقولهم سبو في حاله فبيجي عندها رئيس العصابة بقول لها احنا بندور على اصدقائنا اللي اختفوا هنا فبيقول لهم ساكورا وما اختفوا من يومين فبيقول لها رئيس العصابة شاكرك انت عارفة اصدقائنا روحوا فين وبيؤمر العصابة بتاعته يمسكوها عشان تقول اللي عندها بس لما بيجي حد يلمسها بتضربه لان ساكورا بيتمارس الفنون الكتالية اصلا بس بتلموا كلهم عليها في الاخر وبيبدأوا يضربوا فيها وبيربطوها وبيطلبوا انها تقول اللي عارفاء وفي الوقت ده بيتدخل الكلب عشان يدافع عن ساكورا بس بيضربوه العصابة جامد وبيكون الكلب بيطلع في الروح خلاص فبتحاول ساكورا تحمل الكلب من العصابة بس بيضربوها العصابة تاني وبيكون في الوقت دوت قجامي يجي عندهم وبيقول لهم الشر لازم يتحارب بالشر وبيخلع الكفاز اللي على ايده وبيمسك واحد من العصابة من وشه وبيحرقوا بالنار الزرق فبتحاولوا العصابة كلها توجم عليه في نفس الوقت بس بيحرقهم قجامي كلهم في غمضة عين وبيروح قجامي عند ساكورا وبيمسكها من وشها عشان يحرقها هي كمان بس بتصحى ساكورا وبتلاقي نفسها موجودة في البيت بتاعها وبيكون مستغربة انها ازاي لسه عيشة وانه رب بعد شوية ليه ساكورا ما ماتتش على الرغم انه قجامي حاول يحرقها المهم بتروح ساكورا عند بابها وامامتها بتقول لهم انا ازاي جيت البيت هنا فبيقول لهم احنا لقناك موجودة قدام باب البيت بعد كده بتروح ساكورا لمدرسة بتاعتها ولما بتدخل الفصل بتلاقي اوجامي موجود فبتحاول ساكورا تتكلم مع اوجامي قدام الفصل كله على اللي حصل اللي التنبارح فبيقول لها اوجامي انت بتتكلم على ايه انا مش فهم اصدق فبيتخير ساكورا تكمل كلامه حسن اوجامي يحرق كل اللي موجودين في المكان فبتستنى ساكورا لحد لما اليوم الدراسي يخلص وبتمشي ورا اوجامي وهو مروح للبيت بتاعه وبتوقفه وبقول لها انا فاكرة كويس انك حرقت العصابة متحاولش تخبي اللي عملته دوت فبيقول لها اوجامي ايه وانا فعلا حرقتهم فبتول ساكورا هو عادي تحرق الناس كده ومش حاسس باي زند فبيقول لها ده شغلي انا بحرق الناس الاشراري لزي دول بس اوجامي بيكون بيموت الاشرار اللي الشرطة مش عارفة تتصرف معاهم يعني الاشرار اللي الشرطة بيكون عارفاهم وبيسوبهم هو بيموتهم فبيقول لها اوجامي خليك في حالك وما تدخليش في شغلي وانت لو مش عيانة نادرة زماني كنت موتك دلوقتي عشان اوجامي بيحرق الناس اللي بتعرف حقيقته برضو وقصده بالعيانة النادرة هنا ان ساكورا عندها قوة خاصة وهي مش عارفة والقوة اللي عندها دايب بيخلي قوة اوجامي مش بتأثر فيها يعني اوجامي لو حاول يحرق ساكورا مش هيعرف عشان عندها قوة بتحميها وده السبب ان ساكورا لسه عايشة لحد دلوقتي وما تحرقتش لما اوجامي حاول يحرقها المهم بالله اوجامي انا هرق بك عشان لحول تتعرفي اي شخص عن حقيقتي انا هموت الشخص دوت مهما كان مين وبعدين بيمشي اوجامي وبتروح ساكورا لبيتها وفي اليوم اللي بعدها بتكون ساكورا رايح المدرسة وبيكون اوجامي مستنيها عند البيت بتاعها عشان يروح معها المدرسة ويقدر يرقبها وبعد لما بيروح المدرسة وبيخلص اليوم الدراسي بيكون اوجامي جاي بحاجر ساكورا والحاجة دي بتكون جروة صغير والجروة ده بيكون ابن الكلبة اللي كانت بتحاول تحمي ساكورة من العصابة ولكن الكلبة دي تماتت بسبب ان العصابة ضرابتها فبتكرر ساكورة رب هي الجروة دوت عشان ملهوش حد دلوقتي وعدين بيمشي اجامل عشان عنده مهم ما يعملها وبتكون ساكورة ماشي وراه عشان ترقبه وبيدخل اجامل شقة كده وبيكون فيه عصابة بتبيع ممنوعات وعملين جرائم قتل قبل كده وبتكون ساكورة دخلت معي برضو عشان تشوفه هيعمل ايه فبيروحد من العصابة لأجامل تميني وبتاعمل ايه هنا فبيقول له انا جيت عشان اموتكم فبيقول له الراجل للأصابة مراهج زيك هيموتنا كلنا روح لعب بعيد يا شاطر فبيقول له اجامل انا اهوريك اللي عب دلوقتي وبيمسك اجامل رئيس العصابة بتاعهم وبيحرقه فبتحاول بيات العصابة طوالكم عليه بس طبعا بيخلص عليهم كلهم وبتكون ساكورة عايزة توقفه عن اللي بيعمله بس بتكون مش عارفة تعمل ايه وعد لما بيخلص اجامل عليهم كلهم بيقول ساكورة رجعي البادي جندي دلوقتي انا رايح اكمل المهمة بتاعتي وبيروح اجامل عند شخص قاعد في عربية والشخص ده بيكون طبعا لأصابة واول لما بيشوف الشخص دوت اجامل بيهرب بسرعة بالعربية بتاعته بس بيروح اجامل راب عربية وبينط على العربية بتاعت رجل الأصابة وكان لسه هيموته بس بيلاقي ان فيه طيارة جن وبينط من الطيارة واحد اسمه توكي وده بيكون شغال مع اجامل في المنظمة بتاعته المهم بيستخدم توكي قوته بيرفع العربية في الهواء وبيدمرها كليا وبنعرف ان فيه منظمة سرية في الحكومة للأشخاص اللي عندهم كوة خاصة واؤجامل و توكي شغالين في المنظمة دي وفيه كان واحد تاني شغال معاهم هنتعرف عليه بعد شوية المهم توكي بينضم للفصل اللي موجود فيه اجامل عشان يشتغلوا مع بعض في المهمات الجاية ولما بيجي اللات بيكون اجامل رايح مهمة وبتكون ساكورة ماشي وراه عشان تتأكد انه مش هيموت حد تاني لانها مش عجبها اللي اجامل بيعمله المهم بيروح اجامل عند مبنى كبير كده وبيكون توكي هناك ومستني عشان يدخلوا هما الاتنين للمبنى ده وبيستخدم توكي قوته عشان يفتح الباب بتاع المبنى وبيدخل هو اجامل وتكون ساكورة معاهم وبيكونوا رايحين المكان ده عشان عندهم معلومات بتقول ان فيه تجارب غير شرعية بتتعامل في المكان ده لما هما بدخلوا هما التلاتة للمكان ده وبدخلوا قوضة كده وبيلاقوا ان فيها اطفال كتيرة جدا وشكل الاطفال دول عندهم قدرات خاصة وفيه حد بيستغلهم وبيعمل عليهم تجارب وبعدين بيكملوا هما التلاتة ماشي في المكان ده عشان يعرفوا مين اللي بيعمل كده ويدخلوا بعدها غرفة شبه المستشفى وفيها سرير ومعدات عليهم دم وفي الوقت ده بييجي عندهم رئيس المكان ده والمسؤول عن التجارب اللي بتتعامل على الاطفال وبيكون معا شخصين عندهم قوة خاصة عشان يحموه وبيكون الشخصين دول واحد فيهم عنده قوة الماء والتاني عنده قوة تحويل اي حاجة لحجر فبيهرب توكي ومعا ساكورة بس بيكون الشخص اللي بيحاول الحاجات لحجر بيجري وراهم بيحاول يحجرهم وبيكون الشخص التاني بيتقاتل مع اوجامي وبيلوحظ توكي ان الشخص دوت شير شنط غريبة كده على دهره فبيبدأ توكي يهجم على الشخص دوت عشان يوقع الشنطة ديت منه وبيقدر فعلا يوقع الشنطة ديت من على دهره ولما اطلع الشنطة ديت بيخرج منها طفل من اللي عندهم قوة خاصة وبنعرف انهم بياخدوا الاطفال اللي عندهم قوة خاصة عشان يمتصوا منهم قوتهم ولكن مع الوقت لما بيمتصوا قوة الطفل بالكامل الطفل دوت بيموت المهمة بيموت توكي الشخص اللي عنده ويكون أجامي حرق الشخص اللي عنده كمان واعدان بيمسك الرئيس بتاع المكان دوته وبيحرقه وبكده بيكونوا مواطر أشهر اللي موجودة في المكان كلهم وأجامي بيتصل على المنظمة بتاعته عشان تيجي تاخد الأطفال اللي في المكان عشان يودوهم مكان آمن ويخلوا بالهم منهم وبكده أجامي و توكي انتهوا من المهمة بتاعتهم وفي اليوم اللي بعده بيروح توك عند الرئيس المنظمة اللي شغال فيها عشان الرئيس كان عايز يتكلم معاه شوية بس بيكونوا هم اللي ابنين مش طيقين بعض بسبب مشاكل بينهم حصلت في الماضي نروح بقى الأجامي وكان ماشي هو وساكورة رايحين للمدرسة وما بين وهم ماشيين في واحدة بدراجة نارية بتيجي عندهم وبتكون اسمها الأميرة ودي بتكون شغالة مع أجامي في المنظمة بتاعته وبتتكلم الأميرة مع أجامي على انفراض عشان بيكون جاباله رسالة من رئيس المنظمة لما بتخلص الكلام مع أجامي بتسيبه وبتمشي وبعدين بيكمل أجامي وساكورة طريقهم وتكون ساكورة مبسوطة ان أجامي عنده أصدقاء وبتقوله كون صدقات برضه في المدرسة عشان يكون عندك أصدقاء كتير بيقول له أنا جاي المدرسة هنا عشان الشغل بتاعي مش جاي عشان أكون صدقات لما بيدخلوا الفصل بتاعهم بيلاحظ أجامي ان كل الفصل بيتصرق بطريقة غريبة وبيكون شاكك ان ساكورة قالت لكل الفصل على حقيقته بيفضل بكل يتصرق بطريقة غريبة كده طول اليوم حد لما أجامي بيخرج عشان يروح الحمام وما بينه هو راجع عشان يدخل الفصل ساكورة مش بترضى تدخله وبتقوله استنى هنا شوية وبعدين هندخل لكن بيدخل أجامي بالعافية برضه وبيلاقي ان الفصل كله عمله حفلة استقبال لانه هو لسه طالب جديد وكانه طول اليوم بيجهزوا للحفلة دي وهو كما فكرهم انهم عرفوا حاجة عنه وبعد لما بتخرس الحفلة بيكون أجامي وساكورة قاعدين على سطح المدرسة وباية الطلاب لسه قاعدين في الفصل وبيشوف أجامي ان فيه مجموعة من الناس بتكتحمل مدرسة فبيزل أجامي بسرعة عندهم وبيكون الناس دي فيه شخص بيسيطر عليهم وهنعرف بعد شوية من الشخص ده المهم بيبدأ أجامي يهجم عليهم واحد ورد تاني ويستهلك أجامي قوة كبيرة جدا في الكتال وبيسبب دوت في ان أجامي بيتعب وبيكون مش قادر يكمل كتال فجأة بتيجى عندهم المعلمة كندة وبيتضح إنها شغالة مع أجامي في المنظمة أصلا وبتبدأ المعلمة تحمي أجامي وساكورة ولكن بيكون عددهم كبير جدا وبيكون في شوية من الناس دي رايحين عشان يدخلوا لمدرسة عشان يموتوا الطلاب اللي موجودة فيها فبيجروا أجامي بسرعة وبيقف قدامهم بيحاول يموتهم كلهم عشان يحمي أصدقاء اللي في الفصل ولكن وسط ما هو بيموتهم بيتعب أكتر ومش بيقدر يتحرك حتى وفي الوقت ده هو بيظهر واحد جديد من الشغالين مع أجامي في المنظمة وبيكون اسمه يوكي بيهكم يوكي على بيت الدخلاء دول وبيكون يوكي القوة بتاعته هي السوق وعادها بيجي واحد تاني شغال معاه في المنظمة وبيكون اسمه هبكي وبيستخدم هبكي قوة خيوط الدوق بتاعته وبيخلص على بيت الدخلاء اللي موجودة في المكان وبيكون أجامي أغمى عليه والسبب ده إن الشخص اللي بيكون عنده قوة خاصة لما بيستخدم الكوة بتاعته كتير بيتعب والتعب ده بيختلف من شخص الاخر وانفهم معنى الكلام ده اكتر بعد شوية المهم بتقول كندل ساكورا انه خلال يوم هيرجع لطبيعته تاني بس لازم يروح مكان تاني امن لحد لما يقوم اجامي وبتقول لهم ساكورا تعالى عندي البيت فبيروح فعلا عندي البيت بتاعها وبتكون ساكورا عندها عائلة كبيرة جدا كلهم عايشين في بيت واحد المهم بتقول ساكورا للعائلة بتاعتها ان دول اصدقائها بيعودوا معها لحد بكرة فابتخذهم والد ساكورا لغرفة الديوف وبتقول لها والدتها ان في صديق لها جي الصبح هنا وهو قاعد جواه ومستنيها وبتكون قصدها على توكي وبيكون توكي بقى شكله طفل صغير والسبب في جدا انه كان في مهمة لوحده واستخدم كوته كتير جدا وده خليها يتعب ولما تعب توكي تحول لطفل اكسه اجامي لما تعب فقد الوعي وده اللي كان قصد عليه ان التعب بيختلف من شخص الاخر المهم بيروح كلهم عشان ياكلوا وبيقضوا وقت مع بعض لما بيجي الصبح بيكون ساكورا نايمة وهو قاعد بيكون صحي ورجع لطبيعته وبيتمشى اجامي في البيت شوية وبيقابل والد ساكورا وبيدي له والد ساكورا السيف بتاعه وبيطلب منه انه يحمي ساكورا مهما حصل في الوقت ده بيسمع صوت انفجار في المكان وبيخرج اجامي بسرعة عشان يشوف ايه اللي بيحصل فبيلاق ان فيه واحد اسمه هيتومي واقف وبيكون شاكورا معاه وهيتومي دوت اللي كان بيتحكم في الدخلاء بتوع المدرسة وكمان هيتومي دوت كان شغال مع اجامي في المنظمة في الماضي ولكن هيتومي عمل انكلاب على المنظمة وبقى عدوه لها واختفى المدة كبيرة ولسه راجع دلوقت تاني المهم بيجي يوكي وبيحاول يهجم على هيتومي ولكن بيصده هيتومي الدربة بتاعته بكل سهولة وبيضرب هو يوكي وبيطيره وبيحاول اجامي يهجم عليه بس ما كانش عارف يلمسه حتى وشكل هيتومي دوت عنده قوة اكبر من كل الموجودين في المنظمة وزي ما قلنا قبل كده ان هيتومي كان شغال في المنظمة بتاعت اجامي في الماضي وكان هيتومي من اوائل الناس اللي اشتغلوا في المنظمة عشان كده هو اقوى واحد فيهم المهم بيتدخل هبكي وبيشدي هيتومي من رجله بس بيقدر هيتومي يفرت منه وبتكون الاميرة جات وخد الساكورة من هيتومي وبيكون توكي كمان وصل وبكده يكون اعضاء المنظمة كلهم موجودين وبيسأل اجامي هيتومي انت هدفك ايه ورجعت تاني ليه فبيقول لها انا جيت عشان انتقم من رئيس المنظمة ومش هسمح لحد منكم يقف طريقي وبيخرج هيتومي طاقة هائلة وبيضربها على كل الموجودين ولكن بتدخل ساكورة بتقف قدامه وبتاخد هي الدربة ديت والمفاجأة ان ساكورة مش بيحصل لها اي حاجة والسوى زي ما قلنا قبل كده ان ساكورة عينة ندرة وعندها قوة خاصة هي ما تعرفش عنها حاجة فبيقول لهم هيتومي انا خلصت مهمتي هنا خلاص وبيتدح ان هيتومي كان بيدحك على كل الاعضاء بتاع المنظمة عشان يجي كلهم عنده هنا وفي الوقت ده بيكون المساعد بتاع هيتومي روح وخطف رئيس المنظمة وبيهرب هيتومي عشان بيكون عمل اللي جاي عشانه وهو انه هينتقم من رئيس المنظمة وهنعرف سبب الانتقام دوت بعد شوية وفي الوقت ده بيكون هبكي والفرقة بتاعته بفكروا ازاي هيرجعوا رئيس المنظمة ويوقفه هيتومي عند حده وبيكون يوكي تحول لشكل قطة لانه استخدم الكوة بتاعته كتير وبنعرف من هبكي ان هيتومي كان هو القائد بتاعهم في الماضي وكان شخص لطيف جدا مع الجميع ولكن لسبب مجهول هم مش عارفينه حصل انكلاب من هيتومي على رئيس المنظمة وهنعرف سبب الانكلاب دوت بعدين وليه هيتومي تحول من بطل شغال في المنظمة بتحمل ناس من الاشرار الى شرير يريد الانتقام المهم بيجي الليل والكل بيروح عشان ينام وبيكون اجامي وايف امام المنزل وبيجي عنده والد ساكورا وبيقوله عايز اتكلم معاك شوية وبيقوله والد ساكورا ان ساكورا مش بنتهم الحقيقية وانه وجد ساكورا وهي صغيرة امام المنزل بتاعه وقرر انه يتبناها وده يفسر ان ساكورا مش بنت عادية وان القوة اللي عندها دي اكيد ورسها من والدها الحقيقي وبيخلب من اجامي انه يحمي ساكورا دايما مهما حصل ولما بيجي الصبح بيبدأ يحطوا خطة عشان يبحثوا عن هيتومي ورئيس المنظمة بيبدأ كل واحد فعلا يبحث في مكان مختلف في المدينة وبدخل الليل عليهم ومش بيلاقوا أي حاجة وبتكون الأميرة وقفة بتتكلم مع هبكي على جسر وفي الوقت ده بيكون بدأ يحصل انفجارات في المدينة فبيقول هبكي الخطة بتاعت هيتومي بدأت وبيتدح ان هبكي نضم الهيتومي ونقلب على المنظمة برضه وبيهجم هبكي على الأميرة وبيوقع على الجسر عليها وغالبا كده الأميرة ماتت وبيكون يوكي شاف كل اللي بيحصل دوت من بعيد وكانت ساكورا ماشي وراجع لبيتها فبيجي عندها هبكي وبيخدعها وبيقول لها انه أجامي بيدور عليكي تعالي معي عشان نروح له وبياخد هبكي ساكورا المكان غريب وبيكون رئيس المنظمة موجود في المكان ده وبيكون هبكي خطف ساكورا بأوامر من هيتومي عشان يثبت هبكي الهيتومي انه بقى في صفه ومستعد يعمل أي حاجة عشانه وبكده بأساكورا ورئيس المنظمة هما الاتنين مخطفين وكمان هيتومي عمل متفجرات في أنحاء المدينة وده تسبب في موت ناس كتيرة مالهزة في أي حاجة وفي الوقت ده بتكون وصت رسالة لأجامي من شخص مجهول وبيكون موجود في الرسالة ده مكان هيتومي والرسالة دي بتكون وصت لكل أعضاء المنظمة فبيتجي هيتومي بسرعة على هناك وما بينما أجامي ماشي في الطريق بيجي يوكي عنده وبيعرفوا يوكي إن هبكي خانهم وشافوا هو بيموت الأميرة فبيروح بسرعة هما الاتنين لما كان هيتومي وبيكون هبكي وايف قدام الباب مستنيهم فبيقول يوكي لأجامي أنا هتصرف مع هبكي وحنت أشوف هيتومي وبيطلق أجامي للدور اللي موجود فيه هيتومي بيلاقي إن كيندا موجودة هناك عشان كيندا كانت جاية تقبض على هيتومي بس بيكون هيتومي سيطر على كيندا بترفع كيندا المسدس على أجامي عشان تموته ويظهر هيتومي وبتكون ساكورا مربوطة ومش عارفة تتحرك ويخلي هيتومي كيندا تضرب على أجامي بالمسدس بس طبعا بيحرق أجامي الطلقة بسهولة فبيقول له هيتومي لو آخر طلقة في المسدس ما جادش فيك فأنا هخلي كيندا تموت نفسها بس مش بيترد الأجامي وبيهجم على كيندا عشان يخذ منها المسدس بس بيكون هتموت نفسها خلاص فبتقوم ساكورا وبتوقف كيندا قبل ما تموت نفسها وبيكون الفك الحبلي المربوطة بيه ساكورا هو الجروة الزغير اللي معاها وبتكون كيندا رجعت لطبيعتها تاني فبيسأل وجامي هيتومي وبيقول له انت عايز ايه بالزبط فبيقول له شايف الساعات اللي موجودة في المكان دول كلهم الساعات ده بتمثل الوقت اللي مات فيه كل شخص عنده قوة خارقة وكان شغال في المنظمة يعني كل شخص كان عنده قوة خارقة بيموته وبيحارب الأشرار هيتومي كان بيحط ساعب الوقت اللي مات فيه كتكريم للشخص ده وهيتومي حاول زمان يحمي أصدقاء اللي كانوا شغالين معاه لكن كانوا بيموتوا دايما وهما بيحاربوا الأشرار ومحدش من الناس كان يعرف عندهم حاجة يعني الناس ما تعرفش حتى ان فيه أبطال بتحميهم من الأشرار وبيموتوا وما بيحافظوا على حياتهم عشان كده هيتومي قرر يوقف اللي بيحصل ده وهو انه هيموت رئيس المنظمة عشان رئيس المنظمة هو اللي بيدي أوامر للأشخاص اللي عن داهم قوة خارقة عشان تحارب الأشرار وكمان قرر ينتقم من الناس اللي في المدينة عشان محدش كان مهتم بيموت أصدقاؤه يعني من لآخر هيتومي بيعمل كل دوت عشان للأشخاص اللي عن داهم قوة خارقة وعشان ينتقم لأصدقاء اللي ماتوا ويحمي باقتل الأشخاص اللي عن داهم قوة خارقة انهم يموتوا بس طبعا أجامع مش عاببوا اللي بيعملوا ده وخصوصا انه بيموت ناس كتيرة ملها الزنب في اي حاجة فبيقول لهم هيتومي انه عمل اللي في دماغ مهما حصل وبيكون زرع متفجرات في انحاء المدينة كلها عشان يموت الناس تدرجيا وبيقول لهم هيتومي كمان اللي يحاول يقف في طريقي هشيله من على وش الارض فبيحرق وجامي كل الساعات اللي موجودة وبيقول لهم ما ينفعش عشان تحمي اشخاص معينة يموت اشخاص تاني ملها الزنب في حاجة وفي الوقت ده بيكون المساعد بتاع هيتومي وصل عندهم وبيكون المساعد دوت عنده قوة الجليد وبيكون شايل رئيس المنظمة وبيقول للمساعد لهيتومي يلا نمشي من هنا ونروح مكان تاني عشان نكمل الخطة فبيحاول اجامي يهجم عليه بس النار بتاعت اجامي ما كانش بتأثر في الجليد بتاعه وبيوجه المساعد ضربه لساكورا عشان يموتها ولكن بيجي توكي في الوقت المناسب وبيحمي ساكورا فبيعمل المساعد عصفة من الجليد قوية جدا عشان يقدر يهرب منهم وقبل ما يهرب بيقول لهم ان فيه متفجرات في المكان ده لو عايزين تعيشوا اهربوا من هنا وبيبدأ المبنى فعلا في الانهيار بس بتجري ساكورا بسرعة وراه هيتومي والمساعد بتاعه ومش بيعرف اجامي و توكي يروح وراهم عشان بيكون في جزء من المبنى وقع وقف الباب الخروق بتكون ساكورا رجبت مع هيتومي العربية عشان تمنعه انه ما يموتش رئيس المنظمة وبنشوف فلاش باكل هيتومي لما كان شغال في المنظمة كان كل اللي عايزوا وقتها ان الناس تكون عايشة في سلام ومبسوطين ولكن مهمة ورا مهمة من محاربة الاشرار كان بيشوف اصدقاء اللي شغالين معاه بيموتوا قدام عينه وكان بيعجز عن حمايتهم كلهم لحد لما ماتوا كل اصدقاء اللي شغالين معاه بعدها تم توظيف اعضاء جدد في المنظمة لهم اوجامي واصدقاء اللي بيحاولوا يوقفوا هيتومي في الحاضر ومن ساعتها هيتومي قرر يحمى اصدقاء الجدد بكل قوته وبقى هيتومي بيشتغل مع كل شخص منهم في مهمة وبيموتر الاشرار كلهم وبيحموا الناس وكان هيتومي صديق قريب من كل شخص فيهم وكان الكل بيحبه وكان اكتر شخص قريب لهيتومي هو اوجامي وفي يوم بيعرف هيتومي معلومة خطيرة وهي ان مع استمرار استخدام القوة الخارقة ومحاربة الاشرار دايما في النهاية القوة اللي بيمتلكها الشخص بتنقلب عليه يعني نهاية كل شخص عنده قوة خارقة بيحارب الاشرار باستمرار هي انه هيموت بسبب الافراض في استخدام القوة يعني من الاخر كده القوة بيتموت الملك بتاعها فبيكرر هيتومي يروح عند رئيس المنظمة ويقوله انه مايفعلش يخلي اصدقاءه يحربوا دايما لان ده يسبب في موتهم في النهاية لكن رئيس المنظمة مش بيهتم بكلامه وكمان حاول يوبد على هيتومي عشان ما يقفش في طريق شغله ولكن هيتومي قدر يهرب وقتها ورئيس المنظمة فهم كل الاشغالين معاه ان هيتومي حاول يموته وانه شخص خائن ولازم يموت ومن ساعتها فاضل هيتومي هربان وهو راجع دلوقتي للانتقام نرجع وعلى الحاضر من تاني وبيكون هيتومي رابط رئيس المنظمة فوق البرج وعنده متفجرات عشان يموته وبيكون كمان زرعة متفجرات كتيرة جدا في انحاء المدينة وبيكلم هيتومي الشعب وبيقولهم ان خلال ساعة من دلوقتي الرئيس هيموت ويحسب تفجيرات في مناطق مختلفة عشان يدفعوا السمن كلهم وبيكون ساكورة موجودة مع هيتومي ومربوطة وبيكون قجامي عرف مكان هيتومي فين وبيتجل المكان اللي فيه هيتومي بسرعة عشان يوقفه وفي الوقت ده كان توكي ويوكي وكيندا مع بعض بيفكروا زي وقفوا المتفجرات الموجودة في انحاء المدينة فبيقولهم يوكا نهاقدرها عرف مكان المتفجرات فين ووقفها عن طريق قوة الصوت وبيمشي توكي ويوكянدا عشان يروح عند هيتومي في الوقت ده بيكون قجامي يوصل عند هيتومي وبيطلب منه يوقف المتفجرات اللي زرعتها في المدينة بس هيتومي بيرفض طبعا فبيهجم عليه قجامي عشان يجبره منه يوقف المتفجرات لكن هيتومي بتكون الكوة بتاعته أضعاف قجامي وقجامي مش عارف يلمسه حتى بيبدأ الهيتومي يضرب في قجامي وبيكون يوكي بدأ في تعطيل المتفجرات اللي في المدينة وبتكون كمان الشرطة في الوقت ده وبتحاول تخرج الناس من المدينة وبيكون توكي وصل عند رئيس المنظمة عشان ينكزه نرجع بقى لهتومي وكان بيقول لي أجامي ان الرئيس شخص مش كويس عشان بيموت الأشرار والمجرمين فبيقول لي أجامي أنا عارف ان الرئيس شخص مش كويس بس اللي انت بتعمله دلوقتي ده كده انت شرير اكتر منه وبتموت ناس ابرياء مش مجرمين حتى وبيقول لي أجامي كمان على الرغم انت كنت أكتر صديق قريب لي يا هتومي بس أنا هبدل حارب الشر مهما كان مين الشخص الشرير فبيضربه هتومي تاني ضربة قوية وكان أجامي تعب ومش قادل يستخدم القوة بتاعته فبتيجي ساكورة وبتحاول تحمي أجامي فبيمسكها هتومي بيقول لها مش اسمح لك تقفي في طريقي وبيكون العد التنزولي بتاع المتفجرات فادله عشر ثواني وبيخلص العد فعلا ولكن مش بيحصل أي حاجة عشان بيكون ويكي عطر كل المتفجرات اللي في المدينة وبييجي هبكي عندي هتومي وبيقول له خطتك فشلت وبيتطح ان هبكي كان بيخضع هتومي وهبكي عمل نفسه انضم لهتومي عشان يعرف ايه هي الخطة بتاعته ويقدر يوقفه فبيقول لهم هتومي ان الخطة بتاعتي لسه ما خلصتش وبالهم ان اختارت اكون في البرج ده هنا عشان عندي خطة بديلة وهي ان هتومي هيولد طاقة كهربائية في البرج وهيبعث مواجهات الراجع عشان يخلي المتفجرات تشتغل تاني وبيبدأ فعلا هتومي يولد طاقة كهربائية للبرج فبيحاول هبكي يوقفه ولكن طبعا ده كله بدون اي فايدة وبيستمر هتومي في تنفيذ الخطة بتاعته ولكن بيحصل فجأة حاجز اسود حوالين البرج بريفل الحاجز زوت عالبرج كله وبتدخل الاميرة للبرج داخل ريئة وبتكون الاميرة لسه عايشة وكانت متفقة مع هبكي انها تعمل نفسها ميتة وبتكون الاميرة هي اللي عامت الحاجز الاسود دوت عالبرج عشان توقف هتومي وبيكون ويكي كمان جاه عندهم فبيضرب هتومي كل اللي موجودين ويفك الحاجز اللي اتعمل على البرج وبقول لهم حاجة حلوة انكم متحدين مع بعض بتفكروني بذكرية الزمان لما كنت بحارب معاكم بس للأسف لازم اموت الرئيس عشان اضمن انه مش يستغل الاشخاص اللي عندهم كواه خارقة عشان مصلحته يسبب في موتهم ولازم كل الناس تدفع الثمن عشان كانوا مش مهتمين ان اصدقائي بيموتوا عشانهم وبيخرج هتومي كوه كبيرة جدا وبيضرب بها كل اللي في المكان وبيقول لهم دي النهاية خلاص ولكن في الوقت ده بيقوم اجامي وبيقول لهتومي الشر لازم يتواجه بالشر بيخرج اجامي كوه مهولة وبتكون عبارة عن تنين من اللهب فبيحاول هتومي يضربه ولكن بيصد اجامي الضربة بكل سهولة فبيخضب هتومي وبيخرج كويته على شكل كوريا من الكهرباء فبيحاول توكي ويوكي يوقفوه ولكن ما كانوش عارفين يعملوا حاجة قدامه فبيلتهم تنين اللهب بتاع اجامي الكوه بتاعت هتومي وبيكونوا كله مصدوم من كوهة اجامي ولكن هتومي مش بيستسلم برضه وبيحاول يجمع كوهته تاني عشان يهجم على اجامي ولكن اجامي بيقدر يوقف القوه بتاعته تاني وبيقع هتومي على الارض لانو استخدم كوه كبيرة جدا ومقدرش يستحملها وبتبدأ القوه بتاعت هتومي زنقلب ضده وبتكون القوه بتموت فيه تدرجيا ولكن قبل ما يموت هتومي بيرجع لطبيعته تاني وبيعتزل لكل الموجودين عن اللي حصل منه وهو كان قصده يحميهم مش اكتر ولكن الموضوع زاد عن حده وبيقول لهم كنت خايف اموت وانا الوحدي لكن دلوقتي انتو كلكم موجودين جنبي وبيقول لي اجامي خلي بالك من بقية الفرقة فاللحظة ده بيموت هتومي بين ايدين اجامي وبيكون الكل حزين عادية لانه كان صديق مقرب ليهم وبكده بيكون انتهى الخطر وكل حاجة بترجع لطبيعتها من تاني وبيعيش العالم في سلام بس كده دي بتكون نهاية الانيمي استنوا ملخصات اجمد بكتير في المستقبل سلام